أول حاجة هبتديها معيك السؤال المعتاد إنه إنت ليه دخلت السوشيل ميديا؟ طيب هو سؤال جابته ممكن تطول يعني خد راحتك وعرفناك أنا أصلاً ما كانش ليه علاقة بالسوشيل ميديا بس أنا بحب الميديا عامة من زمان يعني من 10-15 سنة وأنا بقعد أتفرج بقى على اليوتيوب شانيلز بره وبيعملوا إيه والكاميرات الخافية فأنا يعني حابة بخش المجال ده وشايف إنه مهم جداً إن الشخص يكون عنده بيج وبيكون عنده أوديونس وبيكلمه وبيوصل رسالة فكت حابة بخش عن طريق حاجة مشيت بقى أنا اتخرجت أصلاً من الجامعة الأمريكية واتخرجت من ماركتنج واشتغلت في الأدوية ومشيت مجال بقى طويل جداً اشتغلت في كذا حاجة وخلصت في الآخر إن أنا جيت اتعرفت على واحد صاحبي اسمه عادي ردوان وعملنا مع بعض بلاتفورم اسمها كايرو تايم البلاتفورم دي كايرو؟ كايرو تايم كايرو تايم هيدلوقتي الحمد لله هي واحدة من أنجح البلاتفورم في مصر وهي بتقدم محتوى فكرته إن هو بيلخص المعلومة في ثلاثة أو أربعة دقيقة من ده أنا تعلمت كتير جداً في المدرسة بتاعت كايرو تايم تعلمت كتير جداً وبعدين جيت يعني بعد فترة بقى أنا قرقت بقى كايرو تايم وبدأت أفكر أنا عايزة أعمل حاجة لنفسي ومن هنا جت الفكرة بتاعت الكلام علي لأنه لقيت إن الفترة اللي احنا فيها دي بقى فيه أخبار كتير جداً ناس كتير جداً بتطلع كل واحد يمسك التليفون ويطلع يقول أنا رأيي كذا وشايف كذا وهيحصل كذا مظبوط فحبيت إن أنا أبقى واضح وإن أنا أجيب المحتوى اللي هو موسوك منه عندي ناس بتشتغل بنعمل ريسورش بندور على المعلومة بنجيب أساسها فين وبنجيب الحاجات اللي احنا متأكدين منها اللي مش متأكدين منه عادةً بنستخدم كلام نوضح إن احنا دي معلومة مش متأكدين منها بس في الأغلب هو ده الاتجاه وبعدين بنقول المعلومة في دقيقة موسيقى